وازاي بدأت المفاوضات يعني احنا فجئنا كلنا نعم لكن الكابتن فجئنا اللي هو كان بيخطط من قبل شهرين او ثلاثة على حد قوله يعني لما قلنا هو بيفكر في منصب المدر الغياضي اي ففكرنا في الموضوع يعني هو فجئ نبي اه يعني كانت فجئة بالنسبة لنا وقعدين جي خد الكرار بان انا بقى موجود كانت فجئة بالنسبة لي لان ما عنديش التعداد او لفظينية بتاع العمل اليومي انا بالي اتبعد شوية عن الشغل بتاع الكورة نعم فقال لي زي امر تكليف يعني طبعا بدأت اتسعيد اللقص بانية بتاعتها وبدأت اتطلع على حاجات واجيب ناس ساعدني واتعمل مع حدي يخليني افهم التفاصيل المنصب بشكل حد يعني ايه خليك تفا واضح لي يعني لا يعني اتعمل مع حسن واحد لايكوتش مثلا الله اللقص بطابة النفسي بالتاجيز بجزها الامري بحس ان انا ابقى الاجيال المختلفة عاول مشاعات نعم الاجيال اللقص بسعمل معانا المنصب من الاجيال المختلفة الاجيالة فلازم اعملهم بالطريقة اللي يتناسبه نعم مش بالطريقة اللي تناسب أيام ما كنت بشتغل مثلا أول الجيل في سن الجيل في سن ممكن عاملك أيام ما كنت بتخصملي أيام ما كنت بتخصملي أيام ما تخصملك وإسم عراضه أيوه نعم في الوقت الموجودين في الفريق كلهم تقريبا أغر من أولادي ثالثاني المفروض التداول بالسجل يختلف يعني الشدية والحزم اللي هيا المفروض مطلوبة بتختلف ممكن بالتفاهم ممكن بكوز الكلام ممكن بالثقافة ممكن بالاحترام يعني في تنوع للسيطرة نعم فتختلف في مرحلة عن مرحلة فأنا بحاول أشوف إيه المناسب أيوه جيل دوت أن أتعامل معهم فتعملت مع الناس وبقعد مع العيب على أيام طبعه ده كده أولا جيل طيب جيل اللي موجود دوت مش زيما الناس السوشيال ميزا مصوراه نعم ولكن محتاج أن هو حد يوديهم على الطريق الصحيح طيب ويعني أنت انطباعك الأول جيد نعم أنا اللعيبة مبسوط بالسلوكة وأخلاقاتها حتى ولو في تحفظ يبقى بينه وبينه طيب يبقى بينك وبينه أولا أتعارف إننا ما بحبش أي حاجة سأحصدينه من اللعيبة نعم ده صحيح ده من اسموبك ده من قراءة أه ده الكلام ده انت جاء تبطأ بكذا وعملت مش كده كتير مع اللعيبة لما كنا معك في السنة اللي كنت موجود فيها إن كان حد يخذك حاجة من دول قوضة مثلا لصحفة أو إعلاني فدي مرفوضة مش انت هو البيت بتاع نعم فيه أخطاء لازم يبقى فيه أخطاء لكن تبقى معلنة ما ينفعش بتفكر في حاجة جديدة هتعملها نعم نفعش قبلي ما تنفزها توقع تفكر فيها وتتكلم عليه